في طائفة من العباد خرجة من المقابر على الجنة من راحب من دول الله يرضى عليكم سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة إذا أي وكرم غير بواب يعني إذا أي أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصر لكم ميزان كيف تدخلون الجنان قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان أو ما قرأت القرآن رضوان قرأ القرآن قال في أي شيء من القرآن أقرأ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم وغير حساب قال وكيف كان صبركم ونحن كنا إذا أسيئ إلينا حلمنا الله وإذا جهد علينا غفرنا وإذا أذنبنا استغفرنا وإذا اكتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا فأدخلوا الجنة لا خوف عليكم السلام عليكم ورحمة الله استمعنا إلى هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وللأسف الحديث ضعيف كما ترون ضعفه ابن حجر رحمة الله عليه في المطالب العلي وضعفه كذلك البصيري في إتحاف الخيارة المهرة وقد بحثت في أسانيد هذا الحديث فلم أجد له إسنادا صالحا أو ثابتا والله أعلم وأما عن قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الطبري رحمه الله في تفسيره تعني إنما يعطي الله أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب يقول ثوابهم بغير حساب وأما عن من يدخلون الجنة بغير حساب جعلنا الله وإياكم وأهلنا منهم بفضله ورحمته فقد جاء في الصحيحين من روايتي ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي صلوات الله وسلام عليه قال بأن سبعون بأن سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب فاحتار الناس في أمرهم من هم هؤلاء فقال صلوات الله وسلام عليهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وفي رواية عكاشة أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك بها عكاشة الحديث في الصيحين وهو يبين صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ولا يتطيرون لا يتشاءمون ولا يكتوون أيضا لا يطلبون الكي ويتوكلون على الله وأصعب هذه الأربعة هي حق التوكل على الله يعني الإنسان من السهل أن لا يطلب من أحد أن يرقيه بل يرقي نفسه هو كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه كذلك التطير منهي عنه في الإسلام حرام الكي كما في الحديث هو آخر الدواء وقد يكوى الإنسان لكن لا يطلب الكي أما حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى فهي من مراتب الإيمان العليا ولذلك اختص الله تبارك وتعالى بها هؤلاء النفر الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذب وقد جاء أيضا في رواية صحيحة في صحيح الجامع صحاحها الألباني رحمة الله عليه أنه مع كل ألف من هؤلاء السبعين ألف أيضا سبعون ألفا يدخلون الجنة لا حساب عليهم ولا عذاب يعني مع كل ألف من السبعين ألف أيضا سبعين ألف يعني مجموعهم يصبح أربعة ملايين وتسعمائة وتسعمائة وسبعون ألف مسلم من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه يدخلون الجنة لا حساب عليهم ولا عذاب نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنى علينا وعليكم بهذا الفضل العظيم ختاما أحب أن أنوه إلى مسألة في رواية من رواية هذا الحديث الذي ذكرنا في شأن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب في صحيح مسلم جاء بلفظ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هنا لفظة لا يرقون لم تأتي إلا في هذه الرواية من الصحيحين في صحيح مسلم بينما جاءت في صحيح مسلم وفي روايات أخرى في صحيح البخاري لم تأتي بلفظ لا يرقون ويبدو والله أعلم فيما يبدو لي بأن هذه اللفظة ضعيفة وأنها من قبيل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وبهذا تكون هذه الرواية شادة والله أعلم طيب لماذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى السلام وعليه قد رقى نفسه ورقى غيره فبالتالي هذا يدل على أن الأرقية أن أرقية نفسي أو أن أرقية غيري ليس فيها كراها ليس فيها حرمة بالاتفاق وليس فيها حتى كراها كي تكون سببا أن يخرج الإنسان بها من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة